كما أوضح الرئيس السيسي أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الطبي الشامل خلال عشر سنوات بدلاً مما كان مقدراً من قبل بخمس عشرة سنة وأضاف أنه تم إطلاق المنظومة وتطبيقها في خمس محافظات حتى الآن وخلال العشر سنوات سنكون قد نفذنا برنامج تأمين طبي شامل لكل المصريين يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية نحن مستهدفين أن تأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال عشر سنوات نتمنى كده ونشتغل على كده ولما طرح الأول عرض علي في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده كانوا بيكلموا في 15 و 20 سنة وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا أن نقدر نأجل تقديم خدمة طبية زاد شأن لمواطنين بعد 20 سنة طبعا فيه موارد وفيه بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه ونتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول إن إحنا إن شاء الله في خلال المدة اللي إحنا ألزمنا بها نفسينا الحكومة أو يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفذوا هذه الخطة خلال عشر سنوات نكون عملنا تأمين طبية شامل لكل المصريين اشتركوا في القناة